حلي ومجوهرات، آثاث للزينة، ملابس تقليدية وغيرها هي أبرز الصناعة الحرفية التي يشهدها الصالون الدولي للصناعة التقليدية في طبعته الرابعة والعشرين أكثر من مائتين وتسعين حرفي قدموا من جميع ربوع الوطن من أجل الترويج لمختلف المنتوجات التقليدية التي تتميز بها ولايتهم مختلفة للأنواع، المرآة قواقع مختلفة من الصغير الكبير ومن أشكال مختلفة متنوعة، ليس نفس الأشكال العمل مع الطابلو طبيعي راترال المدى الأولي طبيعة، خشب، رمل، نجارة على الخشب وهكذاك وبما أن هذا الصالون يأخذ صبغة دولية فإنه يشهد مشاركة 15 دولة أجنبية من أجل تعزيز تبادل الخبارات في مجال الصناعة الحرفية أنا جد سعيدة بقدومي إلى الجزائر اليوم للمشاركة في الصالون الدولي للصناعة التقليدية من أجل تقديم منتوجاتي للجزائريين الذين أعجب كثيراً بصناعتي المتمثلة في أدوية مصنوعة من الأحشاب الطبية إضافة لكونها حرفة فنية فإن الصناعة التقليدية نشاط اقتصادي مهم كونه يوفر أزيد من مليون ومائتين ألف منصب شغل ويساهم في المنتوجة الداخلية الخام